أهلاً بكم في الذكرى الخامسة والخمسين لمعركة الكرامة قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن الأردن يقف شامخاً بهماد شعبه وجيشه العربي المصطفوي مدافعاً عن حدوده وسيادته وأضاف جلالته عبر تويتر وسيظل يوم الكرامة خالداً مجيداً في ذاكرتنا الوطنية وصفحة مشرفة في تاريخنا العربي رحم الله شهداءنا وحفظ الله الأردن وفي معركة الكرامة سطر الجيش الأردني أروع ملاحم الرجولة والشجاعة والإباء وله في نفوس أبناء الأسرة الأردنية الواحدة أسمى معاني الفخر والاعتزاز حيث صنع نشام الجيش العربي الأردني أقوى ملحمة بطولية شهدها التاريخ العربي الحديث حين رووا بدمائهم الطاهرة وعزيمتهم الصلبة أرض الكرامة دفاعاً عن ثرى الأردني وحماية مقدراته ترجمة نانسي قنقر